أهلا بكم مشاهدينا من جديد إذن التحقيقات المالية وارتباطها بعمليات غسل الأموال وهذه الورشة التي تعقد في محافظة رمو الله للحديث أكثر في هذا الموضوع تنضم إلينا مدير عام شؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد السيدة رشا عمار نيسة صباحك رشا أهل وسهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح نيسة صباحك يعني بداية إذا بنحكي عن ورشة العمل هاي اللي انطلقت يوم أمس وتستمر أعمالها لهذا اليوم الهدف من هذه الورشة تهدف هذه الورشة بشكل أساسي إلى تقديم الخبرات أو المساعدة التقنية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمقدرات هذا المكتب هو المكتب المسؤول عن متابعة تنفيذ الدول للأحكام الموجودة في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اللي انضمت لها فلسطين مؤخرا الهدف من الورشة بشكل أساسي هو تطوير مهارات العاملين في كل المؤسسات ذات العلاقة في التحقيقات المالية وكيفية استخدام هذه التحقيقات للكشف عن جرائم غسل الأموال وجرائم الاحتيال جريمة غسل الأموال هي جريمة حديثة مستحدثة الطرق وأساليب تهريب المال أو غسل الأموال هي طرق متعددة صعبة الاكتشاف وبالتالي كل الجهات ذات العلاقة بالتحقيق أو التعامل مع هذه الجريمة بحاجة إلى صقل مهاراتها وتطوير قدراتها للتعرف على أحدث الأساليب للتحريات ولتطبع المال واكتشافه بالذات لأن جريمة غسل الأموال أو غسلي الأموال يستخدمون وسائل عديدة ومتعددة لكساب أو تمويه الأموال المنهوبة عن طريق جرائم الأصلية وإسباغ الصبغة الشرعية على المال غير المشروع الهدف الأساسي هو لتطوير المهارات والهدف الأعم هو لمكافحة أفضل لغسل الأموال وللفساد في فلسطين مين المشاركين في هذه الورشة؟ وبتالي مين هم الفئات المستهدفة؟ الفئات المستهدفة في هذه الورشة كما أسلفت سابقا هي كافة الجهات المعنية بالتحقيق المالي وبجنيمة غسل الأموال بشكل أساسي أعضاء النيابة قضاء القضاء بالذات قضاء محكمة جرائم الفساد وغيرهم من القضاء هم أيضا من الفئة المستهدفة كذلك المحققين الماليين في أجهزة إنفاذ القانون في المباحث وحدة المتابعة المالية التابعة لسلطة النقد ديوان الرقاب المالية والإدارية التطقيق المالي في الوزارات والموظفين العاملين في هيئة مكافحة الفساد المعنيين بالتحقيقات المالية أو بالتحقيق في جرائم الفساد بالحديث في هذه الورشة وانضمامكم إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يعني أديش هذه الاتفاقية وتعرف على جوانب مختلفة منها ممكن بالفعل أنه يعمل نقلة وتطور في هذا الموضوع في فلسطين انضمام فلسطين للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يعتبر من أهم الإنجازات التي حققت في مجال مكافحة الفساد على المستوى الدولي انضمامنا لهذه الاتفاقية كان في شهر مايو من العام الماضي أصبحنا أعضاء مراقبين أو دولة عضو في الاتفاقية انضمامنا كعضو في هذه الاتفاقية يسمح لنا الاستفادة من الاتفاقية في العديد من المجالات وبالذات في مجالات التعاون الدولي للتسليم والاسترداد وهذه من الأمور المهمة جدا لأن مكافحة الفساد لا تكتمل دون استرداد الأموال المنهوبة عن طريق أفعال الفساد ممكن نحاسب بالشخص ولكن الشخص يكون مهرب الأموال إلى الخارج مدخلها بالسوق الخارجية وفي الاقتصاد الخارجية ممكن هو يكون في الخارج وبالتالي حتى لو أصدرنا أحكام دون أن يلمس المجتمع الفلسطيني الناتج الأهم وهو استرجاع المال المنهوب واسترجاع الفرين من وجه العدالة لمحاسبتهم ودون أن يكون هناك حالة من المحاسبة الرادعة لن يحس المجتمع بوجود مكافحة جيدة للفساد الاتفاقية تسمح لنا بموجب أحكامها استخدام هذه الاتفاقية للتعاون مع كافة الدول الأعضاء اليوم في 176 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة وهذا يفتح لنا الباب أن يكون هناك شكلا من أشكال التعاون ما بين فلسطين وهذه المية و75 دولة أخرى في مجالات التسليم والاسترداد والتعاون القضائي يعني من أورز القضايا اللي بنحكي عنها لما بنحكي عن تحديد الموضوع غسل الأموال اللي هو التحديد والتعقب الأموال الخفية وخصوصا أنه هذا الموضوع ما بتمش فقط هنا في الداخل يعني مربوط دائما في عمليات خارج البلاد كيف بتتابعوا هذا الموضوع؟ كيف ممكن مثل هذه الورشات أنه بالفعل تطور من أدائنا في هذا الموضوع؟ من شأنها أن تطور قدراتنا في تتبع المال كما قلت جرائم الفساد عموما أو أغلب جرائم الفساد هي جرائم أصلية فيما يتعلق بغسل الأموال إذا بدأ أبسط مصطلح غسل الأموال بشكل بسيط هي جريمة يقوم بها الشخص بمحاولة إخفاء الصفة غير الشرعية عن مال تحصل عليه بطريقة غير مشروعة لإطفاء الصفة الشرعية عليه إما باستبداله أو وضعه في حوالات أو إدخاله في عملية السوق عبر شركات وهمية عبر بعض العقارات بعض العمليات والمعاملات المالية أو التجارية لإصباغ صفة شرعية على هذا المال غير المشروع لأنه أي شخص يتكسب من المال العام رح يكون صعب عليه بالذات إذا كان مستوى معروف أنه يظهر عليه مظاهر الثراء لأنه رح يسأل من أين لك هذا فيقوم بهذه العملية لإطفاء صفة شرعية ممكن يدخلها في شركات وهمية إذا سأل من وين هاي المصاري يقول أنا مساهم في شركة مثلا في البلد الفلاني لو ترجع إلى البلد الفلاني والتبعي عن طريق مؤسسات إنفاذ القانون رح تلاقي أنه هاي الشركة وهمية أنه هناك حسابات وهمية ممكن يدخل يفتح حسابات في بنوك مختلفة في العالم وفي بعض البنوك للأسف لا زالت حتى الآن في بعض دول العالم بنوك تفاخر أنها من أكثر البنوك حفاظا على السرية وبالتالي إحنا بيكون الشخص بمجرد حتحه حساب هناك بمنأة عن أنه يكون في مراقبة حتى من دولته على هذه الحسابات هذا شكل جرائم غسل الأموال وبالتالي كل مكان هناك تطوير للمهارات في كيفية تبع المال وكيف يكون هناك تعاون ما بين جهات إنفاذ القانون في فلسطين وجهات إنفاذ القانون في الدول الأخرى كيف تجري التحقيقات المالية كيف أكتشف أن هناك شبهة في الحوال الفلانية أو في العملية المالية الفلانية أو كيف أكتشف أن هذه الشركة المعينة التي يذهب إليها المال أو يخرج منها المال هي شركة وهمية أو شركة غطاء هذا جميعه التحقيقات اللي بتتم عندنا والأشخاص اللي بيقوموا على هذه التحقيقات هل يعني برأيكم أنه لديهم مستوى عالي ولا بحاجة ما زالوا لبعض التطويرات لبعض الإثارات أفاجئك لو أقول أنه خلال الدورة كانت منعقد أمس يعني لمست حتى المدربة وهي مدربة ذات خبرة عالية في المجال من سربيا اكتشفت أنه في العديد من المهارات مكتسبة بشكل مبدئي من قبل بالذات المحققين الماليين العاملين في سواء نهيئة مكافحة الفساد أو في وحدة المتابعة المالية اللي هي مسؤولة عن تقارير الليها علاقة بالاشتباه في العمليات المالية ولكن عملية التطوير هي عملية مستدامة لا يمكن القول أننا وصلنا إلى نهاية العلم في مجال معين الفلسطينيين طواقين للمزيد من المعرفة في كل مجال وبالذات في مجالات التحقيقات المالية لمسنا رغبة شديدة في التعلم وصولا إلى مهارة أكثر في كيفية تطبع المال واكتشاف قنوات تهريبه وصولا إلى استرجاعه لدولتنا الحبيب في فلسطين التنصيق بين المؤسسات المحلية في تطبع الأموال كيف تلاقيه؟ لدينا تنصيق جيد جدا بين المؤسسات وبشيد هنا بالدور الرائع لوحدة المتابعة المالية وحدة المتابعة المالية هي وحدة أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال هذه الوحدة هي مستقلة ولكن يرأسها رئيس سلطة النقد تقوم هذه الوحدة باستلام أو طلب كافة تقارير الاشتباه أي عملية مشبوهة بتتم في البنوك أو في المؤسسات غير المالية يجب التبليغ عنها لوحدة المتابعة المالية هذه الوحدة تقوم بتحليل المعلومات التي تحوزها فإذا ما وجدت شبهة تحيلها للنائب العام وإحنا والوحدة المالية أيضا تربطنا اتفاقية شراكة بموجبها يتم تحويل كافة التقارير إذا ما كان الشخص من الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الفساد لنيابة مكافحة الفساد فنقدر نقول أنه بشكل عامل منظومة مؤسساتية اللي لها علاقة بالتحقيقات المالية هي منظومة فيها تعاون آسفة وفيها تكامل باتجاه استكمال الدورة بالتحقيقات المالية وصولا إلى محاسبة مرتكب جرائم غسل الأموال واستعادة المال نعم راشا عمرنا مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد شكرا لك ويسعد صباحك اللي عفور